موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم تلقى فخامة الرئيس عبد الربون صورهادي رئيس الجمهورية برقية تهنية من ملكة بريطانيا إليا زبيث الثانية بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين مما يوم من كل عام وعبرت الملكة إليا زبيث عن تهانيها لفخامة الرئيس والشعب اليمني بهذه المناسبة المميزة متمنية العمل معا للتغلب على التحديات الصحية العالمية شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع تحركات للميليشيات الحوثية الإنقلابية في جبهات محافظات الجوف وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع وتجمعات وأليات حوثية في مناطق متفرقة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة وأضاف المصدر أن الغارات تزامنت مع أخرى استهدفت مواقع وتحصينات وأليات للميليشيات بعدة مناطق بمديرية خب والشعف شمال المحافظة وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية المتمردة علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية حوثية ومصرع جميع من كان على متنها لقي قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي مصرعه مع عدد من مرافقه بضربة جوية للتحالف العربي في منطقة قانية شمال محافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية استهدفت سيارة النوع جيب كان يستقلها قيادي ميداني في الميليشيات الحوثية مع خمسة من مرافقه في طريق رمضة بمديرية ردمان العواض بمحافظة البيضاء وأسفرت الغارة عن مصرع القيادي الحوثي ومرافقه أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن تدمير تحصينات حاولت ميليشي الحوثي استحداثها قرب خطوط التماس في ثلاث جبهات داخل مدينة الحديدة وذكر أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران ومحاولات استحداث تحصينات قرب خطوط التماس في شارع الخمسين وكيلو ستة عشر ومدينة الصالح تزامنا مع محاولات مماثلة في جبهتي الدوريهمي وحيس ووضح أن القوات المشتركة سددت ضربات مركزة تكللت بإخماد تحركات الميليشيات الإنقلابية ومصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير آليات في كافة الجبهات المستهدفة استشهدت امرأتان وأصيبت ثالثة جراء انفجار لغم زرعته ميليشي الحوثي الإنقلابية بمحافظة الحديدة وقالت مصادر الصحفية أن لغم زرعته الميليشيات الإنقلابية في قرية الشعينة بمديرية حيس انفجر بالنساء ما أسفر عن استشهاد سعيد إبراهيم شامي ودنيا سعيد كيعل وكذا إصابت امرأة أخرى وفي الثامن من مايو الجاري استشهد وأصيبت تسعة مدنيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بمديرية الدوريهمي جنوب المحافظة أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على نسف وتدمير منزل لمواطن بالمتفجرات في محافظة الظالع وذكرت مصادر محلية أن ميليشي الحوثي نسفت منزل أحمد عبادي العقاري في قرية العقرب بمديرية جبن بمحافظة الظالع وفجرت المنزل وتفجير المنازل سلوك إرهابي حوثي تستخدمه الميليشيات التابعة لإيران ضد كل من يرفض سياساتها الإجرامية التي تمارسها ضد المواطنين في مناطق سيطرتها انتهى الموجز في أمان الله